السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه اجمل متابعين قناة وصفات نعمة في الفيديو بتاع النهاردة اقول لكم على حالة حلوة جدا جدا مناسب اول فترة الدراسة والامتحانات عايز اقول لكم ان ولادنا فترة الامتحانات كتير منهم بيجي لهمش نفسي يكلوا وكمان بيبقوا عايزين حاجات تديهم طاقة وحاجات تحسن الهضم عندهم لان فعلا الهضم بيبوز جدا في الفترة دي وحاجة كده تفتح نفسهم على يومهم بقى اللي فيه تركيز علشان يركزوا في الامتحان ويبقوا كمان يعني مبسوطين كده حاجة تفرحهم يعني فان شاء الله النهاردة هعمل معاكم حلق صحي مش بس صحي يكون كمان طعم حلو جدا ومقبول بالنسبة لولادنا ويطلبوه مننا تاني علشان نعمله لهم لانه فعلا مفيدة طبعا المكونات اللي عندي مكونات كلها مفيدة عندي نص كيلو من الطمر او البلح من سوع النوى ممكن كمان نستبدل الطمر دوت بعجوة جاهزة بس يكون طبعا متأكدين ان هي كويسة ونوعها كويس والمكسرات دي كلها بقى اختيارية ممكن تعملوها بسوداني بس بس طبعا هتحطوا يعني على النص كيلو من الطمر هتحطوا كبايتين من السوداني لكن انا جاي بقى تشكيلة من المكسرات متبقية عندي من رمضان نص كباية من السوداني نص كباية من اللوز نص كباية من العين الجمل ونص كباية من البندق وطبعا لو عايزين تضيفوا فصدق لو عايزين تضيفوا اي نوع من انواع المكسرات عايزين تحطوا جوز هند تشيلوا اي نوع مش متوفر عندكم ما فيش مشكلة طبعا المكسرات دي مفيدة جدا لولادنا لو ما كلوش طول النهار هي مفيدة وصحية متو عارفين طبعا فوايد التمر الكبيرة جدا في الطاقة وطبعا مليان مضادات اكسا ده فبيساعد أولادنا ان يبقى عندهم عملية الهضم كويسة لان طبعا فترة الامتحانات بتبقى فترة سترس جدا وبتبقى موايد نومهم متل اخبطة وكمان اكلهم فبتبصوا تلاقوا بقى عندهم بقى سوق هضم يعني الدنيا بتبوص معهم جدا علشان كده انا بحب قوي اعمل الوصفات اللي فيها الطمر وفيها كمان مكسرات في الفترة دي اول حاجة عملتها انا طحنت المكسرات دي منجر تحميسه منجر اي حاجة خالص هنجرش المكسرات بس مش هنعملها نعمة هحط دلوقتي الطمر بتاعي انا كنت غسله لان انا بحب جدا اخسل الطمر حتى لو كان معلب زي ما قلتلكم قبل كده طحنته كويس جدا ممكن على فكرة تستعمله عجوة جاهزة بس يكونوا يعني وثقين هي حلوة هتدلوقتي معلقة كبيرة من الكاكاو والخام علشان بس يعز الطعم ويخلي نسبة السكر فيه ليلة قوي بعد ما طحنت الحاجات دي وطبعا المكسرات انا يعني عملتها مجروشة ما حبيتش اطحانها نعم لان انا عايزها باينة كده وطعمها كمان يبقى باين في الحالة بتاعنا ممكن في المرحلة دي نضيف اي نوع من انواع التوابل واحنا بنحبها او اولادنا بيقبلوها زي الارفة او الزنجبيل او حتى بزور الشية او كمان تضيفوا بزر الكتان على فكرة ساعات كتير جدا بحط بزر الكتان وساعات بعملها بالشوفان وكل مرة بعملها بشكل مختلف ومنكونات كمان مختلفة بشيلوا بحط فيها علشان بس اخليها يعني متغيرة كل مرة علشان ما يزهقوش طبعا من حالة واحد على طول انا هعمل الشكلين النهاردة هعملها كور وهعملها كمان برات وطبعا ممكن تعملوها شكل واحد زي ما انتوا عايزين انا بحب بس اغير ويبقى لها كزا شكل عملت الكور وكمان بوريكم البرات وسهل جدا وبسيط والحجم بقى زي ما انتوا عايزين بصوا ما شاء الله الكمية حلوة جدا ومغزة قوي ممكن تقدموها كده بس يعني من جارة اي حاجة خالص ممكن تحطوها في جوز هند او ممكن تحطوها في اي نوع مكسرات تاني وتستبدلوا الموضوع بتاع الشوكولاتة براحككم بس انا بحب احط الحالة بتاعنا ده في شوكولاتة لان هو الشوكولاتة دي يعني بتفرح الاولاد جدا بتخليهم كده سعداء يعني لو خدوا واحدة الصبح بس على الفطار وهبقى منطمن عليهم قوي حتى لو ما فيتروش فهي بجد بديل كده يعني حاجات كتير ممكن يشتروها من برا بلاش خالص تشتروا لولادكم حاجات من برا او هم كمان يشتروا حاجات من برا يعني يحاولوا تستبدلوا الحاجات دي بحاجات تعملها لهم في البيت ما تقول لهمش لا ما تشتروش لانه هم اكيد هيشتروا لكن لما انت تستبدلي الحاجات اللي بتبع برا دي بحاجات حلوة مفيدة وجميلة زي ما انت شايفة كده وكمان طعمها يبقى حلو مقبول جدا بالنسبة لهم علشان كده انا بحب اخلي الحالة بتاعي شكله حلو وكمان طعمه حلو ويعني هو كده بالطمر والمكسطرات مغزي قوي وكمان حطناها في شكولاتة والشكولاتة دي تكون الكاكاو بتاعها عالي شوية ما تكونش سكرها عالي علشان طبعا السكر مضر وخصوصا في فترة الامتحانين بصوا بقى شكلها من جو حلو قوي طبعا بعد ما حطتها في الشكولاتة انا سبتها شوية في التلاجة كده تبرد او تسقع شوية لحد ما شكولاتة جمدت وبعد كده بقدمها عادي وحطها بقى في علبة مغلقة وبدلهم الصبح واحدة كده حلوة جدا للفطار ان شاء الله الحالة بتاعي يكون عجبكم وسهل وبسيط وتجربوه بإذن الله ما تنسوش اللايك لو جربتوه عجبكم طبعا لو عندكم اي استفسار او اي سؤال اكتبولي في التعليقات ان شاء الله هرد عليكم وتنظريني الفيديو جديد ومع السلام